في طار الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي ولد الشيخ لإقناع الأطراف اليمنية بالجلوس على طاولة مفاوضات السلام التقى ولد الشيخ برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لمناقشة إمكانية خوض مباحثات جديدة تحرك مياها السلام الراكدة منذ غسطس الماضي الاجتماع الاممي بهادي الذي تم بحضور رئيس الحكومة أحمد بن دغر ناقش التطورات السياسية والعسكرية الراهنة ولم يفضي هذا اللقاء بجديد حقيقي فبحسب وكالة سبأ الشرعية أكد هادي تعاطيه الإيجابية مع مقترحات ولد الشيخ في ظل مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية بتقدير دبلماسيين أتى لقاء هادي بالمبعوث الاممي بعد أزمة دبلماسية بين الطرفين نتيجة رفض سابق لرئاسة الجمهورية لقاء ولد الشيخ على خلفية خطة السلام التي تفضي بنودها إلى بقاء هادي دون صلاحية حقيقية تأتي جولة ولد الشيخ بعد جمود كبير شل تحركاته منذ مارس الماضي ولا تتوقف الجولة الأممية الجديدة عند تجديد وقف إطلاق النار بل ترمي وفق مصادر إعلامية إلى التنسيق مع التحالف العربي لوقف عملياته العسكرية الهادفة لتحرير ميناء الحديدة تحركات ولد الشيخ الأخيرة تسبق تقديمه تقريراً عيليمن في جلسة استماع لمجلس الأمن وفق مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني فإن المجتمع الدولي سيبني قراراته على هذه الجلسة المتوقع عقدها نهاية الشهر القاري الأطباء والممرضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة